أن دا يوم هنعيش في الجنة والمنازل في الجنة وكلما تكون عايز تقرب وتعلى لازم تقرب وتعلى أيضا في الطاعة اللي هتغرسه هنا هتلاقيه هناك ولي زيك ربنا سبحانه وتعلى قال وسجد واقترب عايز تقرب أكتر وتعلى أكتر في درجات الجنة فلازم تكون مقرب أكتر وساجد في الدنيا وعابد في الدنيا ومطيع لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما أنت عايز بقى وإنت اللي تحدد براحتك قرب أكتر وكتهد أكتر عشان تاخد ثواب أكتر اللي هنعرف أربع حاجات أبن أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر واحد هيخش الجنة ومين صاحب أعلى وأعظم منزلة في الجنة هنعرف الأربعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الأولاني رواه مسلم عن المغيرة ابن شعب أند حبيب أنا صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدن أهل الجنة منزلة يوم القيامة يا رب أنا عايز أعرف أقل واحد في الجنة هاي بعمل إزاي فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيروح يقرب من الجنة فيسمع أصوات الناس وهم بيناعموا في الجنة فيخيل إن الجنة خلاص من قال الكلام ده ده الجنة يا جماعة هتتمل بأهل الجنة وهيفضل فيها مكان وربنا يخلق للجنة خلقا آخر يملى بالجنة وده هيأتي معانا إن شاء الله حينما نتحدث عن مساحة الجنة وجمال الجنة فشات في الموضوع أن الرجل يخيل إليه يعني ده مش حقيقي يخيل إليه أن الجنة ملأ فيقول يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فربنا بيقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملك الدنيا فراجل يفكر كده إلى إدحاك يقول له رضيت يا رب فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله 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 في المرة الخامسة يقول له رضيت يا رب يعني أعني ده كتير جدا علي فيقوله جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثالي يعني هو قال له عليك خمس مرات قد ملك ملك من ملوك الدنيا لأ وكمان عشرة أمثالي يبقى خمسين ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله قال ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فأمس يدى موسى تعجب قال رب هذه أبناهم ده أقل واحد في الجنة ياخد أد ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة ده أقل واحد فيهم قال فما أعلاهم لما دأ ابن أهل الجنة فما أعلا أهل الجنة فيقولوا جل وعلا أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيديا وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر عايز يقول له يا موسى عليه السلام مهما ألتلك ما فيش عقل بشر على وجه الأرض ممكن يتخيل النعيم إلا أنا ممكن أعطيه لأعلى أهل الجنة قال أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيديا وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر في رواية تانية عند مسلم أيضا إن المولى عز وجل يقول لأبنى أهل الجنة من زنا أطرد أن أعطيك الدنيا وعشرة أنثالها يا سبحان الملك يعني هيدلوا الدنيا دي كلها وأدها عشر مرات يعني حداشر أد حداشر مرة أد الدنيا ده يا جماعة أقل واحد في الجنة بالله عليك ده يستحق إن احنا نزعى مع بعض عشان فلوس وعشان دنيا وأواضي مرفوع على ناس في محاكم وخلافات بين ناس يعني أرايب وأرحام وبين أهل وبين أباء وبين أبناء وبين مشاكل بين عيلة واحدة ووصلة واحدة علشان دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ويوم ربنا يكلمك وادخش الجنة لو كنت أقل واحد في الجنة ليك أد الدنيا دي كلها حداشر مرة حضرتك ما تخيل لو إن ليك في الجنة أد البكان الجميل اللي إحنا الكاميرا جايبها هو البكان الحلو اللي إحنا عايشين فيه ده ده الواحد لو ليه أد الحتة دي بس في الجنة يقول يا رب تفايا وحلو ورضى ورحمة وجمال ونور أمان لما يكون ليك قد الدنيا كلها حداشر مرة وإنت أبن أهل الجنة طيب احكي لنا بقى قصة آخر واحد هيخش الجنة مش أنا اللي أحكيها ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا رواه مسلم عن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر من يدخل الجنة الرجل دي قصة جميلة جدا في غاية لوعة قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط ومتعرفين الصراط أحد من السيف وأبق من الشعر حاجة صعبة جدا قال آخر من يمشي على الصراط رجل آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبع مرة وتسفعه النار مرة يعني ايه الكلام ده؟ يمشي على الصراط شوية ويقع شوية والنار تلا يسوع شوية ليه هو الصراط فين؟ الصراط منصوب فوق متن جهنم قبالك وعايز تعرف حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر ويقول لك حديثين في عجلة سريعك يوضح لك قدية الصراط كبير جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سوى مسلم أن المولى عز وجل ينادي على آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا ربي وما بعث النار يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة سبحان الله طبعا ده قبل بدء الشفعات حديث الثاني رواه مسلم والتنمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد الدرس الواحد في حجم جبل أحد وسمك جلده أربعون ذراعا أو سبعون ذراعا على اختلاف روايات ومجلسه من جهنم وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة حجم الكافر الواحد بالأحاديث الصحيحة حجم الكافر الواحد في النار ما بين مكة والمدينة يعني حجمه 450 كيلو متر شوف تخيل حضرتك فلما تضيف الحديث ده للحديث انه يدخل النار يوم القيامة من كل 1999 وواحد بس في الجنة لما تضم الحديثين لبعض وكل ده في النار وفوق النار الصراط تعرف ان حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر فراجل ده ماشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة ويقع مرة وتسفعه النار مرة يعني تسفعه النار مرة فاذا ما مر من على الصراط طبعا بعد آلاف السنين فاذا ما مر من على الصراط خرج بقى من الصراط ينظر الى النار يعني يتدور كده يبصلها ويقول تبارك الذي ينجاني منك الحمد لله ده ربنا نجاني وعدت منك والله لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من الاولين ولا الاخرين وده مين يا جماعة تآخر واحد هيخش الجنة يقول يا رب ده انت اديتني حاجة ما اديتهاش لحد لا من الاولين ولا من الاخرين فاذا ما خرج من على الصراط يعني اللي هو كان فوق نار جهنم يغرس الله له نخلة نخلة شجرة من الذي يغرسها؟ مالك الملك ومالك الملوك فاذا رأى الرجل الشجرة يقول يا رب اضمني من تلك الشجرة يا رب اعربني من الشجرة ديت يا رب فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول جل وعلا ألا إن أدنيتك من تلك الشجرة لا تسألني شيئا غير ذلك يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه المولى عز وجل من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم يغرس المولى عز وجل له شجرة أخرى أجمل وأبهى من الشجرة الأولى فيصرخ العبد يا رب اضمني من تلك الشجرة قربني منها فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول العبد فيقول المولى عز وجل عبدي ما أغضرك أنت مش لسه مدي العهد دلوقتي وبقول وعزتك وجلالك فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فربني قربه من الشجرة التانية بعدما قربه من الشجرة التانية هتحصل مفاجأة كبيرة ايه هي المفاجأة؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفنا غاجل بعدما عدى من على الصراط يا جماعة وقهوال ربنا يعفيننا عفوك يا رب ويعدينا من على الصراط على خير بعدما عدى من على الصراط ومن على النار وبصر ناحية التانية قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأوليون والآخرين ربنا غرست شجرة قربه منها رح غرست شجرة تانية أجمل من الأولى قال له يا رب أقرب منها فلما ربنا قربه من الشجرة التانية غرس له شجرة بس في موقع زي يقوله كده استراتيجي الشجرة التالت دي فين يا جماعة على باب الجنة الله شوف احنا عادين دلوقتي في المنظر الجميل ده بنول الله على الجمال والمنظر والهوى والشمس والشجر والمي حاجة خيالية فتخارن الشجر دي مغروسة على باب الجنة فإذا ما اقترب العبد ورأى تلك الشجرة فقال يا رب اللهم اقربني من هذه الشجرة ادنني من تلك الشجرة فالأستظل بذليها وأشرب من ماء فيقول جل وعلا عبدي ما أخدرك ألم تعطي الأهود والموافق ألا تسأل شيئا غير ذلك والنبي يبتسم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه من الشجرة فلما يقربه من الشجرة التالتة يسمع صوت نعيم أهل الجنة هم جوا بقى ما شاء الله في الأشجار والأنهار والخضرة والثمار والحور العين فيقول يا رب يا رب فيقوله ماذا تريد يا عبدي يقول يا رب أدخلني الجنة خلاص بقى أنا لا أحيز أي حاجة أنا بجيب من الآخر يا رب دخلني الجنة فيقوله جل وعلا اسمع الكلمة الحلوة ديت عبدي ما الذي يصريني منك أي ما الذي يرضيك حتى ينقطع السؤال بيني وبينك يعني عايز يقوله إيه إيه اللي يرضيك بقى عشان ما تطلبش حاجة بعدك كده أترضى ده ربنا بيقوله أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها شوف الدنيا كان بيتخاني مع أخوه على 100 جنيه و50 جنيه وعلى طبقه وشل وحاجات كده لا ده بيقوله أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فالعبدي كده إيه هيروح مكشر بقى هيكشر ليه ده ربنا بيقوله خد الدنيا هيكشر لأنه ظن أن ده ربنا بيستهزأ به فقاله أتهزأ به أو أتسخر مني وأنت رب العالمين بقى معقول يا رب أنت هتديني الدنيا كلها ومثلها معه وأنا آخر واحد خارج من النار فيقوله جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون بيقوله هو في حد هيمنعني من أننا أديك الدنيا ومثلها معها هدهالك فيعطيه الدنيا ومثلها معها ده آخر واحد هيدخل الجنة طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة الواجل ده بعد أن ما خرج من النار كده من على الصراط ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة وإداله الدنيا ومثلها معها قال لك لأنه لسه خارج من هول النار ومن عذاب النار ومن لفح النار وهو فوق الصراط وبعدين ده النبي قاله وتسفعه النار مرة دعمال بيتلا سوعة من النار بقاله آلاف السنين ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة لأنه لو دخل الجنة مرة واحدة لمات من هول المفاجأة وأهل النار وأهل الجنة لا يموتون خالدونا مخلدونا فيها أبدا فربنا تدرج معه في اللزة شجرة وبعدها شجرة أحلى بالأولى وبعدها شجرة أحلى من الاتنين على باب الجنة وبعدها خش الجنة وبعدها خد أد الدنيا ومثلها معها وانت في الجنة فده من رحلة ربنا أنه تدرج مع هذا العبد في رواية تانية جميلة جدا جدا ايضا عند مسلم اني حبيبنا سعصب وهي رواية مضحقة ولزيزة جدا رواها مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لأعلم اخر اهل النار خروجا من النار واخر اهل الجنة دخولا للجنة قالوا من هو يا رسول الله قال رجل يأتي بعدما ادخل اهل الجنة الجنة ويدخل اهل النار النار فيقال له اعرضوا عليه يقول المولى عز جل الملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخلوا خبارها يعني عرفوه الزنوب الصغيرة اللي هو ارتكبها كلها وما تعرضوش عليه ولا زنب من الزنوب الكبيرة اللي ترتكبها فالملائكة تعرض عليه صغار الذنوب ويقول له جل وعلا عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا قالوا بالا يا رب اه عملت وعملت كذا وكذا وكذا ايو عملت يا رب وعملت كذا وكذا فاذا عرضت عليه صغار الذنوب قل بالك وظن العبد أنه من أهل النار وإذا بالحق جل وعلا يأمر الملائكة أن تبدل له مكان كل سيئة حسنة يقول له في الآخر شفت كل الظنوب الصغارة اللي انت عملتها دي كلها بالملايين شفتها اتقلبت حسنات فهنا يقول العبد ربي إن فيه ظنوبا لم أراها في هذه الصحيحة يقول له مدام الظنوب الصغارة دي اتقلبت لحسنات لا ده فيه شوية كبائر بقى زي الفل نعملها يريد تجيبها لي كمان وتقلبها لي حسنات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يبع عرفنا قدنى أهل الجنة ورد في حديث إن ربنا يقول له أطرد أنا أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ولك ذلك ومثل 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 خمس مرات وفي الآخر قال له وعشرة أمثالة يعني أد خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله كمان قال له إيه ولك ما اشتهت نفسك يعني انت خدت أد خمسين ملك ملك من ملك الدنيا وممكن تقول يعني ولك ما اشتهت نفسك طب أنا يا رب نفسك تشتهي إن انت تديني أد اللي تقول ده مليون مرة لك ذلك لأنك بتطلب من الغنية سبحانه وتعالى وفي الرواية الثانية إن أدنى أهل الجنة ليه أد الدنيا 11 مرة وآخر أهل الجنة له الدنيا ومثلها معها سبحانه الملك طيب أعلى الناس منزلة يوم القيامة معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن المولى عز وجل قال لموسى عليه السلام أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عينه ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبه واشر دول أعلاهم في الجنة لأنا أقصد الشخص نفسه فيه واحد بس هو لي أعلى منزلة في الجنة ودي محتاجة كلام النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة يوم القيامة في الجنة هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع لقول المولى عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله اللي هو سيدنا موسى ورفع بعضهم درجات اللي هو سيدنا محمد وده تفسير مجاهد رضي الله عنه وأرضاه في حديث الإسراء المعراج الذي رواه البخاري المسلم أن النبي لما سلم على سيدنا موسى عليه السلام ثم جاوز سيدنا موسى إلى السماء التي تليها فبكى موسى عليه السلام وقال ربي لم أظن أبدا أن ترفع علي أحدا من البشر فتجاوز النبي صلى الله عليه السلام السماء السادسة والسابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال إيه أعلى منزلة في الجنة أعلى منزلة في الجنة جماعة اسمها الوسيلة احفظوا الاسم ده اسمها إيه الوسيلة إيه الدليل على الموضوع ده هذا حديث وهو مسلم عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بيقول الله أكبر والله أكبر بيقول كذا بيقولوا زي بالضبط ماشي إلا بس في حياة الصلاة حياة الفلاح تقول الله حوله ولا قوة تالب لا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صل علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم ولكنه سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامة يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل المولى عز جل الوسيلة للنبي وهي أعلى منزلة في الجنة فإذا سألنا الله الوسيلة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا هيقول اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لو قال كده تحل له شفاعة النبي يوم القيامة فيشفع له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدينا ذكرنا لحضراتكم من خلال يوما في الجنة أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وأعلى الناس منزلة في الجنة صلى الله عليه وسلم من الآن فصاعدا ومن النهاردة حدد موقعك من الجنة عايز تكون فين؟ في أدنى أهل الجنة؟ خلاص خليك أدنى الناس طاعة واكتفوا بالفرائد فقط أما إن كنت تريد أن تكون من أعلى الناس درجة في الجنة اجتهد على قد ما تقدر فإن الناس صلى الله عليه وسلم قال لربيع لما قال له سلني شيئا يا ربيع لا قال له أسألك مرفقتك في الجنة يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدتا لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة جمعني الله وإياكم في أعلى درجات الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته